ملك الموت أعطاه الله تعالى قدرة على قبض الأرواح في مشارق الأرض ومعاربها يقبضها ولو ماتوا في لحظة واحدة لو فرض أن جماعة أصابهم حادث وماتوا في آن واحد فإن ملك الموت يقبض هذه الواحة جميعا ولا تستغرب لأن الملائكة لا يقاسون بالبشر الملائكة أعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرة عظيمة أشد من الجن الجن أقوى من البشر والملائكة أقوى من الجن انظر قصة سليمان قال يا أيها الملأ أيكم يأتين بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن عفريت يعني قوي شديد قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين أينما كان العرش في اليمن وسليمان في الشام مسيرة شهر قال آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وكان له عادة يقوم من مقامه في ساعة معينة فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أيهم أسرع الثاني لا شك يعني مد بصرك ما ترده إلا وقد جاءك فلما رأاه حالا رأاه مستقرا عنده قال العلماء هذا الذي عنده علم من الكتاب دعا الله باسمه الأعظم فحملت الملائكة العرش من اليمن إلى الشام بهذه اللحظة إذن فالملائكة أقوى من الجن فلا تستغرب أن يموت الناس في مشارق الأرض ومغاربها وأن يقبض أرواحهم ملك واحد كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون فإذا قال الله لهذا الملك اقبض روح كل من مات هل يمكن أن يقول لا نعم لا يمكن لا يعصون الله ما أمره ولهذا لما قال الله للقلم أكتب أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة القلم جماد كتب أو لم يكتب كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فالله عز وجل إذا أمر بأمر لا يمكن يعصى إلا المرضة من الجن أو من بني آدم أما الملائكة أعصون الله